عشر درجاء ايه محمول انت عمرك مسألة حالة الحياة كل مسألة عشر درجاء لا لسه خلصتش أسئلة بلسه تعرف انا بقول ثلاث أسئلة يطلع بقى السؤال يطلع مسألة يطلع نظر زي ما يطلع ويقول السؤال بعشر درجاء و لما أخلص التصريح النهاردة أو بكرة بكتابة الكويز هيباك إذا كنت أعضيف سؤال رابع هيباكويز مديل أو لا ممكن يكون المستوى ولكن هيباكويز اختيال لا يجباكويز اختيال لا يجباكوز اختيال لا يجباكوز اختيال لا يجباكوز اختيال والله انا حاول هذا الموضوع كده كده هتبقى مزاكر يعني يفرفوك هو أول شطريح مستقلوهم؟ لا 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 ها أسهل الامر تتزيل فرصة لمساء العقد انا متأيت فى مساء المساء المسابقى و الشطريات دولة أول شطرات دولة ممكن لا سوايني نسكت طاعا عشان نسمع زميطين إثباتين إثبات بتاع الرقل والإثبات بتاع السفير فى أول شطرات خلي صفح اه هو ده الاسباد اللي شفح لا احنا عملناها بالجوز بس انا ما نتجوز داشرة تلاث خلاش حيل هي يعني مش هنطول هناخد كنا ثلاث مسائل. اما الثلاثة في شابطة الغير. لان شابطة الواحد افكاره محبودة. هي افكار الشيء. ما مش هتوكم ببرة كده. ممكن تغيير ارقاق. ما عنديش امكانية ان انا العب لك افكار عشان ما توقفش تضيع وقت طويل في الحل والتحاولات من كارتزيا للسفريكر والكلام ده مش مش جاء الغرف. ده ده ماز يعني مش عايزين نعمل الانتحان الرياضي. فهيبقى التركيز في الانتحان افتر عن شابطة الاثنين. تتوقف على هبقى السؤال بتاع شابطة الوان ده مباشر مش هي. والشابطة الاثنين هو اللي عيبقى فيه لعبة بتاع المسائلين اتنين. او مش لعبة يعني التركيز الافتر. الانتحان كله هيبقى شابطة الانتحان. الانتحان ده مش توجد معالة في العزانة اللي هازلة. او الانتحان الماركة المازي. او فقال اصحي لانهان الماركة على الصفورة ما نروش بديه. طب نقولي ورقة ومجدين بزير مزيز. ما هو بتصور فيديوه؟ ما هو بتصور فيديوه؟ اشتركوا في القناة 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 الرو من واحد لتنين يبقى الدي اس دي من نسبانك هي العمود الياه دي رو دي بي مسلا ايه كده وراء مكتوب فيها دي بي في انتجاه الرو وانتجاه الفايل وانتجاه الز اه هتبقى الواحدة ليه فاكرة اختبقى انا واحدة بالنسبة يعني ما اضربت عليك دي من دي او انه انا عليك بقى الوقت المسألة زي دي كده انا هفتها تلت تكامل ايه كل واحد هايفوس واحد ايه ايه اول حاجة هاملها هنزل الرو في القلب خالبات لو في رو هنا ما تنساش تضرب في الرو دي فاندي دي انت اعمليها دايما مشاكل حدود التكامل هنتكلم عليها دي الوقت اتنين لشتة ناقص خمسة ده كونستان في عشرة واستوناس ستة ده يطع وانا هيتبقى لي هنا في قص ناقص عشرة واستو خمسة الرو زد الرو زد مش في الخمسة في العشرة ده الرو في مش هعرف طباحة برا التكامل عشان دي الرو دي فاي دي زد لو انا عمتاك ان دي رو دي فاي دي زد دي بقى دي رو هيتحط هنا الرو بتاعي ماذا؟ ماذا؟ السمتر بتاعك اللي هو صفر لحد واحد سمتر واحد سمتر بقى واحد من مينة بالمتر دي حدود الروح ده الروح تاعي الدي فاي من صفر الاتنين داري من صفر الاتنين داري الدي زد من اتنين لسبن الزد بدأ من اتنين لحد اربعة والارتفاع اتنين وبدأ من اتنين يبقى من اتنين لاربعة ده التغير بتاع الزد انا مليش داعه بالصفر الزد بدأ بسطوانة من تحت بعد اتنين والدهها عند اربعة الاربعة دي تتقاس من هده طيب واضح كده ان مفيش فاي في التكامل فازهل حالة تتكامل الفاي وتطلع بره يبقى موقس ده التكامل بالفاي دي فاي هتبقى فاي ونزل حدود التكامل اتنين باي وصف تطلع بره اتنين باي عبر هيتبقى الا بس التكاملين اللي هم عملينينا اشكالية هم اللي هو من اتنين من مية طبعا ده زد من صفر ومن صفر لواحد من مية طبعا ده انا بالنسباتي بقول اخوص للزد الروق لا تعتمد على زد والزد لا يعتمد على الروق يعني الروق مش دالة في الزد اصلا ولا زد دالة في الروق فاذا لنفيش مشكلة ان انا اعمل زي زي بريشة كده للتكامل ان انا هعتبر بالروق كونستانت وانا ما تكامل بالنسبة للزد واخلص تكاملها الاول وبعد كده ارجع كامل الروف في الاخر الروح لان هم اللي ما بعتمدوش على بعض لنفيش مشكلة ان اتتعتبر براميطر منهم كونستانت انت بتكامل بالنسبة للتكامل فلما تيجي تمسل كده تكامل بالنسبة للزد هاتبسل بعد التكامل على التطور ده اللي هو ايه 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 بالزبط كده دي كده هتبقى نقص 10 بار 10 10 التكامل الاولان اللي خلص هيبعباره عن ايه هو هو نفسه الاكسيمونينشا ده بس مقسوم على اعتبر بقى ايه اص ناقص 10 بار رو دي كلها كونستان ارقام فلما تيجي تقسم على التفاضل بتاع ده هيبقى ايه اص ناقص 10 بار كمسة رو صادل بسطي واحده شوف هيطلع ايه في حال ثبوت الرو تبت ديوقتي شو لك على ذلك في حال ثبوت الرو هيبقى ايه دي كده كلها كالمها الخامس يبقى هو هو نفس البرامتر ده مضروف فيه تفاضل النفوق ده انه هو هيبقى ايه سالب عشر سالب عشر بس الخامسة رو ايه التبارطاع السابق انها تحتمل على الرو حتيجي ما هي لسه موجودة ايه يا تشارك قدامه موجود لسه ناقص في القانون رو دي رو دي زد هم في حال ثمان لسه ناقص حدود التكامل بتاعك اللي هو من الدين من المية لربعة من المية شو مفهودة كامل الاول اعود الاول بعدين اقول ان هي بتساوي اضربة اخفوضة اوه ازاي اعود بايه اعود بايه اعود بايه هطير بس في الرو دي مع الرو دي عشان نفلس منها وطلع لي العشرة اصر كامسة دي فوق هتطلع دي بقى حداشر نرجع بقى لسه فيتها كامل ما جدش لبه بتاع الرو من صفر الواحد من المية ولسه دي ما عودتش فيها هعود فعل اول اي بقى اي قصو ناقص عشرة بقصو كامسة رو في زد يلا اربعة من المية دكتور النيجنف ده مش مفهودة شاد مية اي بقى زايد عشرة النيجنف زايد عشرة حين النيجنف اللي تحت مع النيجنف اللي فوق ناقص ده كل ده لسه دي رو دي رو كل ده هي رجع تكامل يبقى هي مشكلتي هنا كانت في المسألة دي اللي فيه رو وزد مضربين فبقى والتكامل فيه دي رو و دي زد هفصلهم ازاي عم بقى ببقى ان الزد ما تعتمدش على رو ولا الرو تعتمد على زد يبقى مسبت واحدة وخلص تكامل واحدة فروح تمسبت الرو بالنسبة للزد اعتمرتها كونه استرد روح تمكامل عادي جدا كأن الزد دي رقم مضروف العشرة بصو كامسة وروح نكامل التكامل عادي جدا تفاضل القصل فروح تمتطلع الناتب طارت رو مع رو اتبقى لي معادلة كلها برضو فروزد عود بقية الزد الاول كده بتخلصت بالزد خاصة اتبقى لك الرو بس ارجع بقى كامل الرو التكامل بتاعه هيبقى عبارة عن ايه عايزين مكان هنا كامل رسمة هاي هيبقى برضو العشرة هو ايه فعشرة وصو مصر حداشرة كل بانزل زي ما هو على 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 ايه بقى اول واحد على الكنسة ها نفس الكلام ايه ونسا عود بالرو بقى كامل عود بقى بالواحد من مية لصفر نزل الرو مرة بواحد من مية ومرة بصفر طبعا لما نزل الصفر هيبقى كل ايه قص زيرو واحد كل اللي فوق ده هيبقى بواحد ما تطلع الناتج ده كله طبعا الضرب الكلام ده مش عارف بيطلع رقب نطيف كده اربع تلاف دي تطلع الفين طلعش ارقام كبيرة يطلع في الاخريكيو اللي اعمال احسابها دي على فكرة في نيجة هتظهر معاها تاني بعد ما تخلصنا منها طبعا وحدتها كله الباي دي نسها زي ما هي وخلاصة القصة دي بعد التعويض هطلع الناقص دين ونص فعاشة اربعة اتنين ناقص اتنين تانين من المسائل السخيفة لانها فيها بيارجة هو جزء الويفس بيتهي عند الكيوب الساوي التكامل بتعروف هده فيه يصيناك تقلب رياضة فاحنا هنحاول برضو نختار لكم التكامل الازيز يعني مش تكامل الريخي وعلى فكرة وعلى فكرة وعلى فكرة مش هتطلع رقم وعلى فكرة وعلى فكرة وعلى فكرة محنة بتحلش تطلع المجمد مفيش حل دي مفيش حل دي مفيش حل مفيش حل لا يمكن نقطة فيها لانه ببساطة جديدة اصلا النقطة ايه بديدة دي النقطة اللي بقيسة عندها هنا والكيوب بتاعتك هنا الواي اصلا ما بتمرش بالخطة وواصل ما بين الواي اساسا فلما تيجي تحسب الالكتريك فيلد لما تيجي تميله بقى على الواي وكلام ده مش هتلاقي مركبة الاكتريك فيلد على الواي بصرف هتلاقي مقيمة انا بقولك حتلي النقطة اللي عندها مركبة الاكتريك فيلد بصرف ليش هتطلع بصرف أصلا فبالتالي تحليل بتاعتك الاكتريك فيلد مش هتطلع بصرف على الواي فعلى فعله هتطلع على الواي وزعباني بره الكلام نقطة هتطلع الواي انا تمام المفروض بقى بعد ما تجيب المعادلة حلقة ما تتحلش. ما لايش حلقة. لا مش ما تحلقتك ما عاربتش هيلاتك. لكن هي عاربتها عليها كمرة. مش عاربتها تقام رية. طبعا المطلوب الاول ده اللي كان سهل نص ونص. عندنا مرة. عشان تصفت التروفة الناس اللي تتكلم. اتصفت ان النقطة الشحنة موجودة على نفس خط وي. فكده طبيعي جدا. الالكتريك فيلد هيبقى 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 في النص. يعى اليمين يعى الشمال زي ما كنا نعمل. وهيطلع لك في نص المسادي عنده نص. فحيبقى حل السؤال الاولاني او بالطبع سهل جدا. المشكلة كلها كانت في التاني مش في الاولاني. خلص كده اول مسألة الغريبة دي. عرفنا عشان له غلطيكو الاولاني. هتعمله ايه؟ دكتور السانية. طب رحمة الله. دكتور هتنزل على غيانه ورصة. والله يعني. مش هزين نبضح الناس بس يا ري. انا هنزل الدرجات وانت هتبرد من درجات بي من نالك. يعني هتنزل اقرب سكيل الف. عشان تبقى الدرجات مقبولة من البالكو ماشي. كل الفرجة اللي سكيلة دكتور. والله يجب زيبا عبارة. انا برزن تايب. متحسز كده. انا بصف ملوك. ايه؟ وانا هنأكل في المسالة دي اكل شكل كتويز بتاع القرض. برضو دراس تطلقات عشان تباع طبعها حلوة. ده اليوم يسكيله واحدهم يا دكتور سان. اشكيله صفر في ايه حاجة بصفر ده. اشكيله. انا بتاع القرض انه هو. بصماجي شغال بطريقة المحاضرة. هيحل النص صح. النص نتيجة صح. فكرونا ننزل الصورة بتاعت الامتحان الديفايس صورة الجروم اللي مفتحين عبما ننزل صورة طبعاً لا طبعاً لازم تتغفين الارك ده من 0.90 زويته مش مئة وعشرين زي اللي فات فبقى ود الانجل سيتا نفس اللي فات والارك ده ما هو الا يعتبر زي يعني عليه عليه طبعاً حساب الالكتريك فيل عند هنا فانت مدقت بالقنون اللي هو ان جزء من الالكتريك فيل المفروض اللي بيساوي ايه؟ اه يعني كنت هتعملوا ايه؟ كيو اللي هي دي كيو يعني على الاربعة باي هتحتمل نقطة هتمسك نقطة هتدرس عليها اربعة باي ابسل ار سكوير هنا بقى هيختلف الدي دي ليها قيمة في الاكس وقيمة في الوار وليها قيمة في الوار بس دي اي اكس و دي اي واي ده اللي هم اعتبروا ايه؟ دي اي كوزاين و دي اي صين هم اتبعوا من اين يعني؟ اللي اي رقطة هتدرسها هنا اهل ينقطة الواصلة ههو هيتحلل لكده صين صين وكده وزاين وزاين اللذيذ هنا ان الوائي مش هكشار اه ليه؟ لأي رقطة هنا انت بتاخدها مفيش نظير ليها يطلع فوق هستي كانسل اللي تحت مع اللي فوق يبقى ايه؟ دي ايه عندك؟ ما هي ايه؟ دي اي اكس في اتجاه الا اكس زاين دي اي واي في اتجاه واي كل واحدة بقى بالصين والمزاين بتاعها دي اي اكس دي اللي هي مفروض دي اي مزاين مزاين والتانية دي هي دي اي ساين سي دي المفروض مصلاحي اصلا دي ايه كان يبقى ورا عن ايه؟ دي كيو على رفع باي إبسل واحنا تبقى من الدي كيو هنشلها رو اللي في دي رو اللي دي ويبقى منها رو اللي دي رو اللي دي رو اللي دي اللي ايه الجزء اللي انت اعتقدوا من المفروض الاي في الزاولة اللي هي حتة من السيد علم اربعة باي السلوم الار تربية بعد المقطع اللي انت بتيس حتا اللي بيتل كفير عن المقطع اللي انت شغال عندك اللي ايه تربية اللي ايه تربية نشير ايه مع ايه الطائر ادي ايه مع ايه؟ يبقى رو ايه؟ على رو ايه؟ على رو ايه؟ ابسلول ايه؟ ابسلول ايه؟ ايه؟ مرشون بصير مرشون بصير هده شوكة؟ هللفهاك؟ بكده اصلي يبقى الدي اي ومرشون بصير اللي هي تعتبر دي ايه كوزين سيتا يساو بقى ايه؟ تكمل من سفر البيع على بيه؟ رو ايه على الباع عضاية ابسلول دي زيتا الثيتا اللي هي من صفر بقى لك ليه تكامل بتاخد دوع من كامل كامل من صفر بقى لك ليه اللي هي الحدود بتاعت الارك بتاع فده يبقى رو ايه اللي يطلع برا اربعة باي ابسل ايه كل دي سوابك القوزين اللي هي ايه ساين تطلع بواحد تطلع بواحد لان ساين بواحد ساين صفر بصفر فتبقى كأنها رو ايه على اربعة باي ابسل ايه ده الدي دي ايكس على طول اللي انت كنت عايزة تجاهد ايكس او ابسل ايكس حتى كاملونا خلص حاجة اكرر نفس الكلام بالنسبة للحالة التانية اللي هي حالة الواي ساين هيبقى رو ايه بس الساين مفيش حالة ثلاثة في القانون ازي السوابك تطلع برا الساين هيبقى ايه ساين بوزين هايبقى ايه بوزين تطلع بواحد ده هنا هيبقى كوزين ساين بصفر ناقص ناقص كوزين صفر اللي هي بواحد هادلط على برضو نفس الرقم ده بالنهاية بس بالترجاه اللي هو ايه يبقى الايد تاعتك بفوتل هو نفس الكلام اثنين لسه بصبت سوراقك حبل الوقت ده ورا يسد الناس حللت ايه حللت ايه حللت ايه ده ارد من صفر التساين انا حللت الايه اللي هي جاية كده لصاين والكوزين طبعا انت لو هتمشي بذكة التوكد الرفرنس بتاعك مثلا الاس مليميد فالمفروض الكلام ده كله يبقى ناجده اوه اعطر بقى اللي بتاعته فعادي ايه ايه السؤال التاني اللي هو لما كاتل ايه بمانا نهاية هتبقى حاجة على مانا نهاية هتطلع ايه انا دي اعيه وعيدة اللي كتبت برو الصفر ايه عند ايه بتسوي صفر عند ايه بتسوي مانا نهاية طبعا كده باي لك ايه اوه طبيعي لما تبعد قوي قوي عن موطر انتليس عندها المتري فيه اوه مش معلات والله انت راكدت القنوبة السلسيط الارتلينس اوه محطش فيه كتبت في الاخر ان هتطلع بصفر فحلتش الباقي بصفر دي كانت المسألة بتاعت الكويس التريكة ايه طبعا الواي مش هتشاب الجزء الاولان من الحن هو البوز اللي احنا وصلناه في الاستنتاج قبل جهة البوز التاني هو ده الجديد طبعا ممكن يحصل تعديل في الامتحان تدخل تدخل الارتلين جاي كده حدود التكامل بتاعتك حدود التكامل بتاعتك طبعا لازم يحددلي السيتا بني ممكن انا حاططلك السيتا كده انا شغلان من باعة لتنين لناس باعة لتنين من ناستباعة لتنين ممكن احطلالك السفر هنا وباين انت ماشي كده هتتأكد من الرفرنس بتاع السيتا فيه هل السيتا كده ولا السيتا جاي من كده نكلم بالك من حتة دي الانجل الانجل ستارت من الحدود بتاعتكامل فهنا لو الانجل محطوطة زيرو في النص وهنا باعة لتنين وراس باعة لتنين اه هو حدودت الكاميرا من الراقص باعة لتنين يا دكتور كله هطلع في الواسط بس كده مفيش اكسة اه هنا مفيش اكسة لو انا هكد عند السلطر ايجي حاجة هاتيجي تتحلل مثلا افكرت فيه هيتحلل المركبة كده ومركبة كده هاتيجي تاكل بوقتة تانية هتتحلل المركبة كده هتلاقي كله بيجمع في الواقع ومش حاجة بيجمع في الواقع كله بيجمع في الواقع فالناس دي كده الواقع بيجمع في الواقع حدود التكامل غالبا مش اغلب لك الانتجاهات عشان ما تنقفنش فهتبقى عالي ده الزيرو خلاح لحد الطريق ايه مش عالي عشان تبقى سيتا بدأ من تحت عين لان لو خدرت لك السيتا بدأ من فوق هيحصل لك كربانة في المائز ليه بقى؟ لان الزاوية مش هتبقى التحليل بتاعك مش هيبقى كوزاين سيتا هو كوزاين تسعين نصيتا كوزاين تسعين نصيتا دخلنا فحسبه ثلاثات وواجه عالبا مش عايزين؟ بنتعالك لسه من المائز يعني مش طلبك فتخلي بالك ان لو لفتلك الارض الواياط هي اللي هتتشاب والاكساب هي اللي هتفضل الواياط هي اللي هتتشاب كده الواي هنا تقريبين وواي باتنين وواي لا لا مش اتنين وواي هو تواخد مصد اكس عشان تقول دول اتنين وواي هتطلع بالاخر باتنين وواي يبقى اتنين اه هي بعد كده بقى بتحصل بعضها دين موضوع تده لما تيجي تجمع ما بقاش فيه هنا اي اكس و اي واي يعني كانوا باتنين اي اكس بقى تلاقي البقام تحت بقى روؤول اي OI مش 4 علي زيanger مصدرت Initiative اذا كانت مسألة محاضرة المساقدة كلها اي فدية فكرة الكويز متعادت معنا او ايا داعي كم واحد وصل لحد شبه كده وتحاول انا بسرطة البيض ايه 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 طب كم واحد جابيكي تصفني؟ اه كتير ايه طيب طيب اخلي البسئلة اللي هي تاعت الكوز التاني دي اخر واحدة نكتل ديها في واحدة الاول اخليه بعد كلا دي المسألة الكوز دي على فكرة كانت مسألة الفايدة اللي هم تكون اللي فيها ومفيش بطالب واحد اللي حلاله ايه او الحلال الاخري هو الناس حاولت فيها بس كله كان بيجى عند ايه هاملت لدرجة ان فيه واحد كتبني في الورقة كامل انت اللي لها خمس صمع ايه من قد رحالي كامل انت عماني حالي في المعادلات مش عارو فيه وصف ايه اه هنا اه انا اكيد سعب عليك ادوك انا بقى قلت له مش مشكلة بقى الضرقات يعني خلاص او انا اكمل فانت بقى اتمازل على عشر درجات ان على افتاح اماؤوا تم اعودي اماؤوا تم اماؤوا تم اعماؤوا تم اعودي اما pros the cant auto اماؤوا تم اعودي لا ده جميل ممتع ممتع ايه الناس بتوالدفايس مجرمه كافت انا ما كافتش بس بالعرف بس كم واحد اخر هل ما كافتش ده هم واحد واحد فانين لما تعدينه كاف التجمع فيه فيه ناس كانوا بيتخذر قبل الورق بتخلص منه طاين الالكتر كفير عد الارجن الناتج من تلاتة كيسز كده ايه هوبا بقى دي احنا فانناها من كده فمن المسائل المهمة جدا اللي نركز عليها اليه بتلم كل الابخار شفر اثنين عندي عاوز الاي عند الارجن بيجاه الاي ده جاه في كله بوين شارج قيمتها اثناشر معانو كولو بوين شارج عن زيرو وزيرو وستة تاني حاجة تاني حاجة يونيفور لايف تشارج بوين شارج وليه روء ال ثلاثة هنال وكل وكل متر وانا اقول انا بديها اثنان عشان ليه مهمة تبتلم كل الافتار الاساسوية اللي احنا اخدت زي مسائلة تلك ايوة قبتلكم مسائلة واحدة هتكفل معقولة مسائلة واحدة على ثلاثين طلبة وعندي سيرفيس شارج ايوة اللي هو طبعا ممكن ما اكتبليش روء الو روء اس انت انت بقى عارف طبعا السيرفيس ومان ليه بما ان احنا خدناها بكده المفروض تفتيجوها ها تحلوها معايا هي مهمة لانها ضم الليل والفويرد والسيرفيس مع بعضها رسمتك صح اللي بتسئلة هتكفل تحلها صح انت لو خد عوضات غلط منتقاضة عنها حطيت الفكرة كلها صح ورسومات صح محظوظين لو جالك محطوط على اكس من ثلاث اكسات اه خلاص انا كده تتلك هيريجا اليونت فيكتور اللي هو النورمال دي الشيت ده خلاص بمعروف بالنسباب اه ممكن الشيت ده يتحط اه يعني يبقى واخد زاوية ده اسوأ حاجة لو ااخد زاوية ده ما مشكلة لكن ممكن اتحط بقى ايه افط الهريزونتال كده على الاكس نفسي فهيبقى عمودي على الاكس التاني يعني لو اتحطع افط الهريزونتال ايه موضوع تكايل الخط ده العمودي هيبقى عامل ازاي ده لازم بقى تقعد تفترض نقط اكس وواي وزد ما عليها تتجي نقطة نورمال من النقطة اللي انتكيس عندها الالكترك فيلد الريال ارجل لنقطة على الشيت نفسها اسمها اكس وواي وزد تكون عمودي يعني عشان الناس اللي قاعدة ورا فتح يبقى اهل ايه يعني انشيت نفسه بدل ما هو جاي رأسي كده او افك راح جاي لايل بزوجة شكلها حرامة بس باين اكس محاول نحطها بعيدة شوية عن الورد اشتزني الفكرة دكتور فانا عايز اسقط عمود من هن على هن ده لايل في الفراق شيت نفسه باين في الفراق او ميل على حسب لانا انا ساقط جاسب انه هو ميل فانا دلوقتي حسب انتعلم فهنا ده معروف نقطة هنا بقى هيبقى اكس وواي وزد دي النقطة هيبقى طبعا الميل ده متوضح منه بعدين على الان متوضح منه او ميش في الاخس اي ميش في الواي اي اتي اي وأكيد طبعا الميل مثلا ميل مخصص يبقى عامل زوية كذا مع الاخس او مع الواي او مع الزد فتعرق لو ميل إني check use اكسب اكسب فهتبقى الفكرة كلها بس اللي جيتها معاك مثلا اكس وواي وهيبقى لقصك الزد ساعتها الزد ستأخل نفس الزد الزد بتاعت القرجع. او نفس الزد بتاعت النقط اقليل كامل. لو انا مديد اكس وي يبقى الزد هتاكن نفس الزد النقطة. لو مديد اكس وزد يبقى وي هتاكن نفس وي نقطة وهكذا. دي هتبقى اصعب حاجة ممكنة. طبعا النورمال ده اللي هو اللي تجيب الفيكتور ده وتروح قسمه على المغنيتود بتاعه. فكده انت جبت المتجه الوحدة اللي هو ام ام. تاني لو ديت لك شيت. بس الشيت ده ما تحطش على اكس وي ولا زد. تحطمونك مايه في الفرن. ومسلا هنعتبر ان دي القجر ما تعتبر. والشيت ده مايه في اي حتة. فعشان تبسط عمود ما هو اللي كتن فيلده انها طالع عمودي على الشيت في اتجاه النقطة. يا كده يا ورد. فالنقطة ايه? والشيته برايح كده. اللي كتن فيلده برايح كده. طبعا ايه نورمال ده? له ايه اكس وله ايه واي ولا زد. ده هتحلل في الثلاثة. فبحسبه الزاد. لازم هتديك بعدين في الاكس وفي الاي او الاكس والزد او واي والزد. للشيت. هتديك بعدين منهم. ده اساسي. وهتديك زوية الميل عشان تعرف هو مال على الانهي اكس وخلاص. مش هعمل حتى بزوية النيه. اللي بواهدين هم الاساسي. لو دهت لك اكس ووايضة معك. نقطتين. النقطة الثالثة اللي هي زد هتتتعامل معها زي اللاين. هتاكل نفس الاحداثة او الكوردينيات بتاع الاورجن. اللي هي صفر. لو النقطة اللي انا بقيس بالنسبة لها مثلا واحد واحد واحد. يبقى زد هتبقى واحد. لازم تاكل نفس احداثة نقطة. دكتور شرط التعامل اللي في واحد من التلاتة كوردينيات يسوي اللي انا بقيس نعم. بالزبط هتلاقي فيه احداثة نقطة منهم هي نفسها احداثة النقطة تحت لكتلك فيها. زي بالزبط زي ما حصل في والكتنين بقى مختلفين. وتقوم حسب بقى الار. الار اللي هي نقطة اللي انا بقيس نعمدها لكتلك فيها زين وزين وزين. معسة الاحداس اللي انت فارقته اللي هم الاكس والواي والزد اللي انت لسه حطو زين. فتقوم طلع الايه ده اللي تانية اللي هي الار بتاع. تقسم الار على المغنيتوب بتاع الار كده جدت بايه نوربال? بالشيط. فدي كده لو ما جدش صريحة خاص تبقى حاجة نفسها. بقيتور. عايش. ما عيش طبعا. عملت ايه في السنة? بقيتور. دلوقتي كده انا عمسة هيسمي وي. والنقطة في ده وزين بجي. انا مدف راحة من بعد وربة انا اقعد الواي دول هيبقى في الابعاد الشيط. انت بشيط في الاكس ايه مش طويلة? هلديك الابعاد. هلديك الابعاد الشيط بس ده. مش مش الاطوال بتاعت الشيط. الابعاد اللي موجود فيها الشيط. على بعد هلديب الاكس وعلى بعد هلديب الواي. لو سبتها بقى عاية عاية واي وزدة دي مشكلة. مش هتوصل لحاجة. فعشان كده هلنرح دماغة. يا بنجيبه ورزن. يا بنجيبه ورزن. ايوة. خلينا. وفي كل المراجح كده مش هتلاقي الشيط دماغي. هتقيقى فما بقى ايه هو هنا اصلا حتى جاي نعمل احنا ايه بقى? اول حاجة هو عايز عند الارش. في عندي عند زيرو زيرو ستة. ادي كيو الالكتريك فيود بتاعك. ده يبقى رايح من النقطة اللي انت عندها الشحلة او في اتجاه النقطة اللي انت بتقيس عندها الالكتريك فيود. ابتدع سبع الاول قبل ما ترسم الداية. يبقى اول حاجة عندي ايه واحد انه هو نتيجة ان نشارج او كيوب. ده يساوي ايه؟ ده نقطة. كين في كيوب. كان فيه كين سناهة في القنوب بتاع الارك على فكرة واحدة مستخدم. كين كان كان فيه كين سناهة. ماهيه بسنفي ده عمر. اتخذي. 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 انا طيان 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 اتخذي. احنا نعمل بعمل بعمل. اتخذي. صحيح. انا الحتة دي اللي بتلاقي بها فلاس كتير هي R تربية او R تربية R تربية هنا مححص يوند فيكتور كده. لو هتحطها R كيوب يبقى هتحط R عادل. مش يوند فيكتور. فلا اسهل بالنسبة لك اشتغل بيه. يعني الاسهل بالنسبة لان هي فيها R تربية. عشان يوند فيكتور لازم تجيب هتنسيبها على البنسوب تاني وانا ملاش حاجة. طب R نفسها في الحسن ازاي? من الارجل. مش هتنسيبها في مائنة زي. مش هتنسيبها هنسيبها عشان عشان هاي جيبها في مائنة زي. اه يا ستة كبيرة. ايش? هنقولها باللغة ليه? هنا هتنسيبها R من اكتلاف تصفار مقص زيو زيو ست. اللي هي تطلع نيجة في زيو. نيجة في ستة في الازم. الار هي نفسها ايه? فتعود بقى تسعة في عشرة وستسعة. اتناشر مانو كولوم. هي اتناشر في عشرة وستسعة. على ستة فكعين في زيو. طبعا كان الحل التاني الاسهل هنا في الحل المسل. ان انت تروح ايض. على R تربيع في الار. على اساس ان اليوند فيكتور هنا واضح. ان هو نيجة في زيو. بس لا حالة خاصة. ان هو جاي على اكس من الاكسات. فكان سهل بالنسباتي. فكنت ممكن تجيه لده على دول وتقول نيجة في زيو. وتسيبها بارتك. بس انت ماخدتش بالك بالحالة. اللي كنت هتطلب تجيب الارض هي ايه اصلا? الارض هي المسافة. ستة. دي ايه ستة. ما سافر اصيح ايه? منكم. البوينت دي لبوينت دي. ستة. فهي جاهزة اصلا. فالارع هتبقى ستة. هخلص الايه واحد. ثلاث صغيرها. نيجي بقى لي الجزء التاني في المسألة. بدأ يبقى فيه لايك. نفوت اللايك ده عشان بيعمل لنا حساسية. ندخل على. يعني خليف السهل نخلص الارض. السيرفس ده رؤس اين من عشرة مهم كلهم لكل متر كربية. موازي لواي زد. ادي واي زد ده. حيبقى موازي ليه. يا قدامه يا وراء. ومحطوط عندي اكس الاتنين. قد كده موازي ليه الواي زد ده هو. محطوط قدامه. عندي اكس على بعد المسافة اتنين. المسافة مش هتفرق معي لأنها مش هتظهر في القانون اللي اكتب فيها. ال اي تلاتة المفروض ان هي رؤس على اتنين. على اتنين افترق. فيه اليونت فيكتور اللي في التجاه النوربان. اللي هو طالع من نرشيط رايح للمقطة. فطالع من نرشيط اكس. نيجا تلاتة اكس. فدي كده خلاص بقت معروفة. نيجا تلاتة اكس. والرؤس طبعودة. والأبسلون. دي قبلته. تطلع النتيجة بتاعتي. ناعز حداشر وتسعة وعشرين من مية ايه? ال اي تلين بقى? اللي احنا فوتناها دي. جاية من واللاين ده موازي لزد. يعني ممكن يكون كده. ممكن يكون هنا. ممكن يكون هنا. ممكن اي حده موازي. بس هو موازي لزد. ومحطوط عند اكس. بنائس اتنين. ارجع كده ال واي. عند نائس اتنين اكس عبر اكس. وامشي واي بتلاتة. ايه اللي محطوط هنا ده? موازي. مش دك اللي جوة زي ايه اللي موازي لزد زد زد زد. وهو محطوط كده. المسافة اللي محطوط فيها. اهو ارجع ورا كده نقصت ليه. وامشي في المواي التالي. فين? الاتجاه بديه على الهتر فيه. اهو. لازم ترسيمي الحاجات دي على الناس عشان رفا بيمند فاك. هاني اتنين. ما هي مفهومة ان هي كده. واحدة مدام بارل لزد يبقى كده. فكده الوايل ده هو كمان هيبقى في الناس. وهيبقى دي الار بتاعتك اللي انت بتدور عليك. طب الار دي عشان تجيبها يا طبعا هتحط القانون بتاع اللاين. ان هو ايه? رو ال على اتنين باين ابسلول ار في انتجاه دي ار. فممكن نشيلها دي ونحطها رو ال على اتنين باين ابسلول ار سكوير في الار. وعشان ليه كما بتحبش نتعامل بالابسلول كثير. خلية دي كده. وخالي دي كده. فيبقى تشيل واحد على اربعة باين ابسلول. اتنين كي رو ال. اتنين كي رو ال على ار سكوير في الار. سمي دي ار اتنين مسلا عشان المايزة على الاولانية انك اتفوق. يبقى مطلوب منك بس ايداد ار اتنين بكام. ونوجبتها خلص. الار اتنين من زيرو زيرو زيرو. هتترحى من كام. دي حدث النقطة دي. انت وردي معاك ال اكس بسالث اتنين. الواي بثلاثة. الزيرو. الزيرو لاتفاقنا لازم عشان يبلاع عمودي كده. فهتاخد نفس الكمدانية ستاعة الورجين. فهتبقى زيرو. يبقى. هتطلع. بثلاثة. 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 عود بقى هنا فوق يبقى اتنين. بتساوي اتنين. في تسعة عشرة بس تسعة. في الروق اللي هي ثلاثة نانو. عالي. الارس كميلة تلتاشر. في الليون بتاع اللي هو اتنين. مفهومة. دي تطلع خلاصتها. عشان اللي بيحبوا رمع ورانا الارقاب ويطلعوه غلط في الاخر. كده جبت اي واحد لوحدها. اي اتنين لوحدها. اي ثلاثة لوحدها. ال اي توتل مجموعة تلات. جمع ال اكس مع ال اكس وال وال واي مع ال واي والزل مع زل. هي بيضع لك ايه? بيضع لك ايه? بيضع لك الرقم. تراب у زخادة لا يستخدر ليز عالية. دور دور كل ارو و Luck. شي الله باردو من الاساء المهمة. بقرPS بكل الرفق. اللي بنبدوwa. واحد كده عليها طالب. المترجم للقناة دي كانت مسألة الانتحان قولنا اللي هو طيب الانتحان لماذا؟ شكرا للمشاهدة 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 هنضرح برضو نفس النقطة بس من النقطة التانية دي يتطلع كان أربعة في الاكس ناقص اثنين اي واي زائد كمسة ايه المغميتور بتاع الاردي كان خمسة واردين ايه 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 يبقى الالكترك فيلد عندي عبارة عن ايه على طول احنا مرة واحدة هو اي واحد ايه اتنين عمل مشترك عشان واحدة فيه الاولانيا اللي ايه خمسة واردين نانو على اربعة اللي ايه واربعة من عشرة اه فيه ايه الازل اول واحدة زين ايه زائد الثانية والبقى الاكسات مع الاكسات والويات والزلدات مع بعض واضرب كله بالاخر في اللي هي تسعة من عشرة ستسعة هيطلع لي اربعة وستة من عشرة اي اكس واحد من عشرة اي وي زائد اربعة تسعة من عشرة ده النص المطلوب الاول اللي هو غالبا كله بيقفله عادي ما فيش فيه مشكلة مشكلة ايه حسابات الالة ايه اللي بتضيع بس اللي هي الجزء لا لا المطلوب التاني هو اللي تابع كان مسلا كانت الشحنات كلها بواحد من الكون وكانت النقط سهلة واحدة عند الارجينو التانية بس عند ايه نقط بس مختلفة احنا نتصرف ازاي بقى هناك هو بقول لي عند ايه نقطة على واي اكس الاي اكس يعني معنى كده هو طالب حساب الالكتريك فيل على واي وفي لحظة اي او اكس هتطلع بصفر عند الواي يعني ايه الاي او اكس يعني ايه او اكس يعني لما تجيب الاي على النقطة عند الواي هيطلع فيها قيمة في الاكس وكيمة في الاي قيمة في الز poi ايه لما هكد اي نقطة اى نقطة احدة سي meats موايه قمة في الاكس وما Platform Um لكن ليه قيمة في الاي معرفات يبقى انا كأني بطلب منك حساب الالكتر الكفير عن زيرو وواي وزيرو للنقطاتين دولة. انسى بقى النقطة اللي هو كانت طالبها اللي هي واحد اتنين تلاتين. استبدلها بزيرو وواي وزيرو. ويقيت حسابات الكلام يقول لك في نقطة على وي اكسس. لما تيجي تحسب الليكتر الكفير ده عندها يبقى مركبة اكس تلتها بزيرو. طب النقطة دي كوردينيس بتاعتها فين? هو طالبها. فان اروح عامل ايه? او مجاين. اي نقطة على الواي اكسس اتنسيها يبقى ايه? مفيش في الاكس. مفيش في الزت. بس هيبقى لها value في الواي. ما عرفش الفاليو ليه كامل. فسمتها زيرو وواي وزيرو. وهحسب ال اي عند زيرو وواي وزيرو. فطبعيا هتطلع كلها فيها مجهول اسم الواي. يعني هتطلع ال ايه النهائية فيها مجهول هنا اسمه واي في اي اكس. ومجهول اسمه واي في ال اي واي ومجهول اسمه واي في الازل. همسك بس الجزء بتاع ال ايه اكس ده وصف. فده اللي انا هعمله. تاني يبقى انت بس انا بالاول. يبقى ار واحد كافتها اتغيرت. بقى اتبكار. ار واحد اللي هي النقطة اللي عندها اللي انا بحسب عندها اللي هي زيرو وواي وزيرو. ناقص النقطة اللي عندها الشوح لكيو واحد. اللي هي كانت اربعة. ورساد اتنين وسبعة. يبقى الكلام ده هيطلع نيجاتيب اربعة واي نقص اثنين زجاج سبعة ونقياجب سبعة. يعني ارجع سبعة زيد اثنين يضط. زيد اثنين بزirit سبعة. زnoldين ناقص زين ووقز وواي زيتين. يبقى في اي اكس زيل واي زائد اثنين في الAY و السبع في الإزل دي كده R أو رجل طيب المغنيتود هيساوي إيه؟ ناقص أربعة تربية و السبع تربية و زي Y زي مجدين كل تربية الـ R اتنين هتطلع ورع بإيه؟ برضو صفر و Y و صفر بس هترحوا من؟ ثلاثة ورع بقعة و تربية هتديك ثلاثة في الـ A X Y نقص أربعة في الـ A Y ثلاثة و اثلاثة هتديك النقار 2 ثلاثة تربية و اثنين تربية و Y نقص أربعة و اثلاثة طبعا. بس. ليه بقى نحسب الاي واحد. هتبقى تسعة في عشر اوص تسعة. في كمسة وعشرين ناني. عالم. ار واحد كيوب بقى. بقى تنسي بدا كده. تخليتها كعيدة. اربعة تربية بستاشر والسبعة تربية من تسعة واربعين. يطلع الكلام ده خمسة وستين. زائد واي زائد تربية. كل ده بص جانب. تريدت على كين? ليه عشان دروس? عشان تكعيد لما تريدت على كين? دكتور. ها? ممكن خلالها ما جانتين بس. لا لا. والله افروض اي اكس. اخوه اللي بيساعد وصفات. مش هاخد المالكين. انا هعمل كده. وعنوح حاطط المقصة البعض. اي اكس? خليو ما لك الجوز اللي باية ما ينزميش بحاجة. فانا ممكن اخف اي واحد وفي اكس بس. الجوز اللي باية ما ينزميش بحاجة. لان انت في الاخر بتجمع الاية وفي اكس اي اكس وصف وصف. فاتبكاش الواي وز. فهقف عند كده. مركبت اي واحد وفي اكس. اجيب ال اي اتنين وفي اكس. مرضو نفس الكنانة. تككيها بستين. لما اجمع دول. عددت على تلاتاشر. وهاخد المركبة بس بتاعة plin Compass котором و millennia اتكح او كده. احي Nation m��면. انت them and ماشي? لا اه الفيديو التانية 것 Yں. انت فوق في هاتنا. طيب. هعمل ايه بعد كده? مهم علي بعنا. جمع ده. وهتظيفه لصفل. اشتركوا في القناة لما اجي اصف البسط ده تسعين تسعة ستين في تلاتة ومن فوق تسعة كمسة وعشرين في ناقص اربعة هيطلع لك الاقص تسعوهية على كمسة وستين زي الواي زي الاتنين تلاتية كل ده استدعى او خليها اي واحد توتل بقى عشان ويطلس وهيطلع الجزء التاني الف ستو مية وعشرين كل ده في اتجاه الى اكس كل ده اي اكس كل ده عايزه تساوي صنع انا كانسلت الواي والزيدي من الاول عشان المسالة ما تكبرش معاي كانت الى اكس بس وصوته بصوته بصوته يبا كانتك بتساوي تسع ومية على خمسة وستين زي الواي زي الاتنين كله لو انت خدت البراكت دي كلها قص اتنين على تلاتة عشان تطير البراكت اللي بحثت ده تلاتة على تلاتة مية مثلو . فهيبقى ده كده قص اتنين على تلاتة وده قص اتنين على تلاتة او قص اتنين على تلاتة ايبقى اللهadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadowwwo والzusagenاتkap هذه ت journeys و العبيد، ستبقى كلها قص ات 확진 وديو اتنين على ثلاثة. وديد الشال. هيبقى الجزء ده تلاتة وتسعين واحد وعشرين من هنا. على البراكت عادي من غير اي. شوف وهنا هيبقى مية سبعة وتلاتين. تسعة من عشرة على البراكت. طرفين في وسطين بقى. هيبقى. هتتفك بقى دي. وي تنبيع زي دربعة وي زي دربعة. بالساوي. لم نكون مع بعض. والواي مع بعض. والحض المستقى مع بعض. هتسبب دكتور ايدي معك سهرة معنا مصابر من هنا. فيها حاجة اي. ما دوش حاجة. دكتور مش رهت ملابنه بيبقى اراضي.